أهلا بكم نستيول جولتنا في مختارات من أعمالة الصحف والمقالات من صحيفة الصيحة ونقف مع زاوية إليكم للكاتب الطاهر ساتي والتي جاءت هذه المرة بعنوان قبل التطبيع يبدأ ساتي زاويته بالقول بعد 72 ساعة فقط لا غير من إعلان اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل أعلن متحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق يوم أمس لقناة سكاينيوز عربية أن بلادنا لا تنفي وجود اتصالات بين خرطوم وإسرائيل موضحا ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل ثم قالها بوضوح نتطلع الاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت يضيف الكاتب كما قال المتحدث فإن السودان وإسرائيل سيجنيان ثمارا من التطبيع وما لم يقوله هو أن السودان وإسرائيل سيجنيان ثمارا تطبيع ما لم يكن السودان إمع في هذا القرار نعم فالتطبيع مع دول العالم بما فيها إسرائيل يجب أن يكون قرارا سودانيا وليس خليجيا حتى نجني ثمارا يزيد الكاتب لغة المصالح هي التي يجب أن ترسم خارطة الطريق لعلاقات السودان الخارجية هي لغة فهمها السودان أخيرا أي بعد الثورة فالسواد الأعظم من الشعب وكذلك الصحافة كان يطالب النظام المخلوع بأن يتعلم لغة المصالح لا العواطف والحماقة والأتهى والأمر رغم أنها كانت تدعي العروبة كان يتيم متجاوزها عند أي لقاء يناقش إحدى قضايا فلسطين يستطرد الكاتب رغم علو صوته وسخبه بشعارات القضية الفلسطينية ورغم الصواريخ الإسرائيلية فالمدهش أن نظام المخلوع ارتضى أن يكون دوره في مناقشة القضية الفلسطينية مجرد متفرج ومهرج ولكن الحمد لله لقد علمت ثورة الوعي أو علمت شعبنا بأن عالم اليوم خال من المثالية والإنسانية خاصة عند الحديث عن العلاقات الدولية التي تتحدث المصالح فقط وينوه الكاتب مصالح السودان أولا أو هكذا هي لغة العصر التي يجب أن تخاطب بها الحكومة السودانية كل دول العالم وما لم تتعلم أي دولة هذه اللغة المعاصرة فعلى شعبها القبول بالعيش تحت خط الفقر والحرب وقبل المتحدث باسم الخارجية فإن رئيس المجلس السيادية عبد الفتاح البرهان كان قد قالها بوضوح قرار نتنياهو نابع من مسئوليتي لمراعاة المصالح السودان العليا ويختم ساتي زاويته بالقول الأفضل لحكومة الثورة أن يدفع عن سياساتها الخارجية والتطبيع المرتقب الشعب السوداني حرا ومستقلا في قراره وليس حبيثا في جدران اقتصاد مأزوم وسياسة داخلية مأزومة وخارجية إمعة وقبل التطبيع مع إسرائيل على حكومة الثورة التطبيع مع ذاتها وذلك بتحقيق السلام الشامل وانتشار الاقتصاد الوطني من قاع المنح